بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا منكم في سلسلة دروس ويندوز والتي نقدمها بواجهة انجليزية وواجهة فرنسية سنتعلم اليوم كيف نخرج ما يسمى بانفيت كوموند ما يسمى بانفيت كوموند هذه السوداء يمكن ان اكتب فقط ان ويمكن ان نتمم اذا اضفنا فتظهر هي الاولى فوق هذا هو شعارها لمن لا يعرفها فليبحث عن دورة في الانترنت سيجد معلومات قيمة معنا ولمن يعرفها فيمكن ان يخرجها الى سطح المكتب بهذه الطريقة انفيت كوموند ننقر عليها بالزر الايمن للفأرة اذا اردنا اخراجها الى سطح المكتب تبت شويتون في عكس ويندوز 7 ليمكننا الارسال مباشر لهذا نذهب فقط الى اي الذهاب الى مكان تواجد رابط هذا التطبيق هذا هو انفيت كوموند ننقر عليه بالزر الايمن للفأرة ثم انفيت كوموند ثم فيظهر على سطح المكتب ونكون قد اخرجنا ما يسمى بانفيت كوموند نفتح هذه الانفيت كوموند هناك اختصارات كثيرة تكتب هنا وتحكمت ونتحكم بها بشكل عميق في ويندوز وتظهر لنا ايضا معلومات عميقة او مخفية داخل نظام التشغيل بالنسبة الانجهزية بنفس الطريقة نذهب الى هنا ثم نكتب كوموند بهذا الشكل ننقر على شعر متلوسوفت فنكتب كوموند فتظهر معنى هنا اسمها كوموند بروم بهذا الشكل شعارها هو هذا ما رأيناه سابقا بالزر الايمن فأرى اي مكان تواجدها ننقر عليه بالزر الايمن فأرى فقط نتأكد انها فعلا كوموند ثم سنتو ثم نبحث عن ديستكتوب اي بيو فنراحل انها قد ظهرت على سطح المكتب فانها تكون متعلق بطريقة اخراج ما يسمى بانفيس كوموند لسلح المكتوب والى فيديو قادم ان شاء الله